راجعنا لكم مرة تانية معنا كابتن أحمد ردوان طبعا الجناح الطائر لنادي الأهلي كابتن أحمد كنا نتكلم على تجربتك كمدير فني وانت ليك مشروع كلمنا عنه والله أصدقائي بس التدريب حاجة واللعبة حاجة خالص حاجة تانية خالص يعني دي شغلانة ودي شغلانة احنا متخيلين الناس اللي بتبقى أسامة كبيرة ولا لعبة أهلي ولا زمالك حينجح كمدرب أنا الحمد لله ربنا كرمني أول ما اشتغلت 2010 اشتغلت مع كابتن عبد النبي عشور ده راجل هولدن جنسية وكان شغال في الأهلي من 2005 مسك قطاع البراعم ومسك شوية في قطاع نشئين وبعد نمسك الأكاديميات وراجل فهمنا يعني ايه التدريب ازاي تعمل التدريب واحدة التدريبية بتاعتك عاملة ازاي وازاي تعمل الأسبوع بتاعك والشهر والسيزو فده يعني ميزة ان انت تلاقي حد تتعلم منه الحمد لله راجل حطينا على الطريق وبعدين احنا بدأنا نشتغل الحمد لله يعني اشتغلت في بيتي طبعا في نادي القناة اشتغلت ده رقم واحد اشتغلت فيه وبعدين اشتغلت في نادي الجيش شوية وبعدين اشتغلت في نادي الأهلي في القطاع وبعد كده مسكت أربع سنين أكاديمية المؤطم فرع القطمية وبعد كده سفرت السعودية رحت اشتغلت في تحت جدة سنة ودي كانت الحمد لله كانت سنة مميزة جدا يعني وعملنا شغل كويس جدا ويعني كنت كمان عملت قبل ما امشي ان انا اعمل تعاقد للسنة اللي بعدها لكن طبعا والدتي كانت تعبين الله ارحمها فرجعت موضوع كان شوية يعني ده اللي اخرني شوية ورجعت وبعدين لما رجعت مسكت بقى في الاتصالات اشتغلت في الاتصالات لما كانوا ممتاز به وبعدين اشتغلنا في تالتة والحمد لله عملنا في رقم محترمة جدا وبعد كده رحت اشتغلت في بحتيين في قسمة ثالث وفي القومي وفي الاتصالات برضو في قسمة ثالث وفي البلاستيك مدير فني برضو واخيرا رحت السنة اللي فاتت في قيمة انا وكابتن سيد عبا عزيز والدور الاولين كنا مشين كويس كنا مشين اول حتى مع اسوان وكنا في فرق بونت مصرية صلاة طبعا بيتي فطلبوا اننا رجع جينا وكابتن عمرو انور كان موجود مدير فني وانا مدرب عام وحمد طلبة معانا وكابتن براهيم عبا عزيز والحمد لله عملنا موسم هايل وفنشنا تاسع بيننا وبين السكة بونت والسنة دي انا رئيس قطاع البراعم في المصرية الصلاة الحمد لله برضو قطاع تأسس من ثلاث سنين بس الحمد لله في حتة كويسة جدا طبعا بيلعبوا سوبر مع امبي مع اهلي مع مقاولين مع دجلة مع جيش يعني فالحمد لله برضو ترتيب الاربع فرق عندنا تاني تالت فكرة ان انت تمسك تدرب البراعم 11-12-13 سنة يعني حاجة مش سهلة زي ما الناس مفكرة الناس اللي عايزة تعمل حاجة انا قصدي يعني مش بتاخدوا الموضوع كبين طرسين سبوبة انا بتكلم على الناس عايزة تطلع من تحت ايديها اللعيبة تاكل النجيلة يعني فالموضوع مش سهل خالص عملناك يعني اول محاضرة قلت للمدربين عندنا ان احنا جايين نبني احنا مش جايين نمر حلو هاوي ده اه طبعا مع انت عشان تعمل حاجة زي كده لازم تبني تبني لعيب متكامل من الشخصية بقى تنزل بعد كده على الحتة الفنية على الحتة السلوكية لكن هتبني احنا مش راحين نمر وبعدين احنا الحمد لله برضو راحين في حتة ان انت اوعى كمدرب تكلم لعيب في نتيجة وانا كان رئيس قطاعه عمري ما هكلمك في نتيجة لكن كل اللي هكلمك فيه الاداء كل اللي هكلمك فيه الشكل اللي احنا شغالين عليه احنا شغالين وبعدين الحمد لله احنا عندنا طريقة خمسة ازاي لما تيجي تلعب خمسة ازاي تلعبها عشان لما تلعب ستة او تلعب سبعة وجون او تلعب تمانية وجون او تلعب عشرة وجون تلعب بنفس السيستم بتاع الدرجة الاولى عشان لما الولد يطلع من النشئين للدرجة الأولى ما يبقاش عنده مشاكل يبقى هو فاهم الطريقة دي يمشي ازاي على طول يخش معادته فالموضوع طبعا لا موضوع القطاع البراعم ده مهم جدا لان انت رقم واحد بشتغل على حاجة اسمها المهارات الأساسية تنمية المهارات الأساسية تنمية المهارات الأساسية دي بتبدأ من 6 سنين لغاية 13 سنة بعد 13 سنة ما تقدرش تنامي او التنمية بتاعة المهارات الأساسية دي بتبقى صعبة جدا مش تمية المهارات الأساسية يعني خلاص بقى الموضوع بيبقى يعني حتية المهارات الأساسية مش هتتنمى بالشكل اللي انت عايزه فمهم جدا 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 لكن طبعا احنا بنشوف كارسة دلوقتي ان الرئيس قطاع بيضغط على المدرب انا عايزك تجيب نتيجة انا عايزك تكسب تاخد الدوري فبالفعل المدرب بيدوس على اللعيب ويجيب حد مزور من هنا وحد مزور من هنا عشان يقدر ياخد البطول ويبقى كارسة طيب احنا الوقت بيخلص مننا انا عايز حاجتين حاجة لونية كان لك تصريح مهم جدا انت في يوم من ايام حتمسك تدريب منتخب مصر بتشغل نفسك ازاي يعني طبعا احنا الدورات اللي احنا محتاجينها في مصر انا فاضلي الايه عشان اخدها وبعدك ان شاء الله هاخد البرو ان شاء الله هروح اخد برضو الايه من اسيا ان شاء الله بنشتغل على نفسنا ان احنا حتى في الوقت بتاع كورونا ده انا كنت داخل مع جوار ديولا حتى نفسه كان عامل جروبات وكان عامل حاجات سيشان كتير جدا بيتكلم على يعني الوقت المميز بتاعه بتاع باير ميونخ كان عامل ازاي والشكل والفلسفة وبعدين قابليها في برشولون كان عامل ازاي ودلوقتي في المان سيتي ففكرة ان انت تسمع وتشوف مدارس كتير جدا ده بيطور منك وبنقطع شغله وبنشتغل وبنعمل محاضرات وبعدين فترة كمان برضو اللي فاتت دي احنا كمدربين فكرة الشغل البدني احنا شوية مش فاهمينه او مش ماشتغلناش عليه يعني فالحمد الله انا برضو يعني دست جدا في الموضوع البدني دوت عشان حتى لما بقthlet得 بدني ماعملش حاجة غير اللي انت بتعملها و ماعملش حاجة ضد اللي انت بتعملها في الشغل البدني فالحمد الله برضو الواحد تترك يعني الحاجات كتير جدا والقياسات والحاجات دي اشتغلنا عليها كويس جدا والحمد الله يعني ان شاء الله بس ده هتوصل وإن شاء الله حنبرك لك سريعا بقبل بنختم توقعك لمطش أهلي والوداد زهابا وإيابا إن شاء الله 2-0 ده زهابا وإن شاء الله يبقى واحد وحد هناك ولمطش يبقى خلاص كده تمام بإذن الله كابتن